توجهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل نجاح قمة القاهرة للسلام والتي تهدف إلى إحياء عملية السلام من جديد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بجامعة الدول العربية حيث أشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أهمية العمل المتواصل مع المؤسسات الفلسطينية لتسهيل توصيل المساعدات أشدت جامعة الدول العربية بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من جهته تطرق الدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى تعنت الإسرائيلية بخصوص دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة كما تقدم بالشكر لمصر على جهودها لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وإنهائها في أسرع وقت ممكن هلال الأحمر المصري والسلطات المصرية الحقيقة يجب أن تشكر على ما بذلت من جهود مضنية في استقبال المساعدات ومحاولة إيصالها لا يصلون إلى أقل القليل في الوقت الحاضر وهو لا يكفي لشعب بأكمله تحت الحصار وتحت القصف ولكن الحقيقة هناك اشتراقات تعجزية لإدخال هذه المساعدات من الجانب الآخر وبكل أسف وهذا انتهاكا آخر للقانون الدولي الإنساني كما أن إرسال إشعارات من السلطات الإسرائيلية أو من القوات الإسرائيلية إلى المستشفيات بإخلاء المرضى أو إخلاء من يلجأ إليها من المدينيين يعتبر هذا انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني توجه بتحية إجلال وأكبر إلى الشعب الفلسطيني العظيم الذي يواجه هذا العدوان الغاشم والحرب غير المسبوقة على قطاع غزة وخالص التعازي إلى فلسطين في ضحاياها الأبرياء وخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قمة القاهرة للسلام 2023 والتي شهدت مشاركة دولية واسعة لوقف التصعيد وتحقيق السلام اتساقا مع المبادئ الدولية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر